في الوقت الذي يحصد فيه وباء كورونا حياة مئات الألاف من البشر لا تزال دول بعينها تسعى لاستغلال الجائحة لأغراض سياسية عبر شن حملات ترويج لمعلومات مضللة خدمة لمصالحها ومن بين هذه الدول إيران والصين وروسيا وفقا لما كشف عنه تقرير لجهاز الاستخبارات الكندي وبحسب التقرير الذي رفعت السرية عن جزء منهم مؤخرا فإن موسكو هدفت من خلال حملة التضليل إلى تشويه سمعة الدول الغربية فيما سعت بكي للترويج بأن الفيروس ظهر في بلدان أخرى كإيطاليا قبل ظهوره في سوقوهان أما تعامل النظام في طهران مع الجائحة فقد كان أسوأ بكثير من بقية الدول وكان الفشل عنوانه الأبرز فبحسب التقرير الكندي فإن النظام الإيراني شن حملة لتمرير وترويج معلومات مغلوطة عن الجائحة التي تفتك بالبلاد حاول خلالها إلقاء اللوم على الجهات الخارجية والعقوبات الأجنبية بدلا من الاعتراف بعجزه وفشله التام في احتواء الوباء وعلى غرار كل من روسيا والصين اتهمت تقرير إيران بنشر هذه المعلومات المضللة لتعزيز طموحاتها الاستراتيجية ومن بين الطرق التي انتهجها النظام الإيراني لتغطية فشله بحسب شبكة جلوبال نيوز الكندية هي الاستمرار في إغراق الرأي العام بنظرية المؤامرة والاستهداف الغربي لإيران عبر نشر فيروس كورونا فيها بالتحديد ووفقا للأرقام الرسمية فإن عدد الإصابات في إيران تجاوز حجز المليون إصابة نجم عنها أكثر من خمسين ألف وفات بين أن الكثير من الخبراء والنواب الإيرانيين أنفسهم شككوا في دقة هذه الأرقام حتى أصبح الحديث عنها مصدرا لإغلاق مؤسسات إعلامية في البلاد كما حدث عندما نقلت إحداءهم الصحف الإيرانية عن فريق طبي قوله إن الأرقام الحقيقية بشأن حصلة الإصابات والوفيات تزيد عشرين مرة عن الأرقام الرسمية معطيات تشي جميعها بأن الأنظمة العاجزة عن مواجهة الأزمات الحقيقية عادة ما يكون خيارها الأول هو الهروب إلى الأمام بحثا عن شماعة تعلق عليها فشلها في التعامل مع التغيرات الداخلية والخارجية الطارئة اشتركوا في القناة